اشتركوا في القناة فبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم جزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد كنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن التوكل وعن معناه وعن علاقته بالأسباب وذكرنا أن التوكل هو علم القلب بكفاية الرب مع الأخذ بالأسباب وذكرنا أنه لابد مع التوكل من الأخذ بالأسباب فالتوكل لا يغني عن الأخذ بالأسباب المادية التي هي من سنن الله تبارك وتعالى في الكون وقلنا أن الأسباب منها ما هو مادي ومنها ما هو إيمني وللأسف الغالبية العظمى من الناس يأخذون بالأسباب المادية ويتركون الأسباب الإيمانية مع أن الأسباب الإيمانية هي الأنفع والأقدر على تحقيق مراد العبد في أي شيء يريده وجمع الله تبارك وتعالى السبب المادية والإيمانية وفضل الإيمانية على المادي في موضع واحد من كتابه فقال وتزودوا هذا هو السبب المادي أي خذوا ما يكفيكم من الطعام والشراب مدة سفركم إلى الحج فإن خير الزاد التقوى فإن خير الأسباب الأسباب الإيمانية يعني الإنسان دلوقتي محتاج ينجب أولاد اللهم مرزق المحرومين بالذرية الصالحة اللهم أمين طيب بروح للدكتور باخد الأدوية بشوف دكتور كويس أروح له بحاول أعمل عملية بعالج نفسه ده السبب المادي المعروف ولكن لا تنسى أن تأخذ بالسبب الإيماني مع السبب المادي طيب تريد الذرية أدعو كما دعا زكريا عليه السلام رب لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين رجل يريد الرزق يبحث عن عمل يبحث عن وظيفة يبحث عن عقد عمل في أي دولة أخرى ليوسع على نفسه ولكن لا ينسى مع الأخذ بالسبب المادي أن يأخذ بالسبب الإيماني أين الاستغفار؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فلابد من التلازم بين السبب المادي والسبب الإيماني ذكرنا أيضا أن النفع والضر لا يقع بمجرد الأسباب بل يقع بإذن مسبب الأسباب وأنا أذكر لكم قصة واقعية تدلل على هذا المهن والله إمرأة كانت لا تنجب هي وزوجها ابتليت بالعقب وذهبت إلى أكبر طبيب في هذا الوقت في أمراض العقب فبعدما وقع الكشف عليها وأجرى لها بعض التحاليل والفحوصات أجلسها أمامه على مكتبه وقال له يا فلان أنت دلوقتي عارفاني أنا أكبر دكتور في القاهرة في الوقت ده في أمراض العقب وزوجتي كذلك زوجت برضو طبيبة كبيرة جدا في أمراض العقب وقال له 99% من الحالات اللي قاتلي عالجتها بفضل الله وأنجبت 99% ثم قال لها انظر إلى المفاجأة وأنا وزوجتي لم ننجب إلى الآن سبحان الله يعالج الناس ويرزقهم الله تبارك وتعالى بالإنجاب بسببه وهو وزوجته لم يرزق الإنجاب إلى الآن سبحان الله الله تبارك وتعالى يضع هذه الأشياء في الأطباء الذين يعالجون الناس لألا يفتتن الناس بالأسباب وليعلم الناس أن هناك خالقا عظيما يقع النفع والضر بإذنه لا يقع بمجرد الأخذ بالأسباب فالسبب إن لم يأذن الله تبارك وتعالى بمجيء النفع أو الضر منه لن يأتي منه ضر ولا نفع إلا بإذنه تبارك وتعالى اليوم إن شاء الله سنتكلم عن ثمرات التوكل المتوكلين لهم جوائز في ثمرات في هدايا بتنتظر المتوكلين في الدنيا والأخيرة أعظم ثمرة من ثمار التوكل أن يحبك الله قال تعالى في سورة آل عمران فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وما فيش كلام يعبر يعني عما سيحدث للإنسان إذا أحبه الله يعني والله لو أحبك ملك من ملوك الدنيا أو أمير من أمرائها أو أحبك رجل من ذوي السلطان والمكانة والله ستسعد في الدنيا فما بالك إن أحبك ملك الملوك سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين من أعظم ثمار التوكل الرزق الواسع في الدنيا والآخرة قال تعالى وَالَّذِينَ هَجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُّلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ لَنُعْطِيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ قال مجاهد الحسنة الرزق الطيب من هم يا رب؟ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هَجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُّلِمُوا كُلِهِ تَعْتَمِدُونَ عَلَى اللَّهِ اِتِّمَادًا كَامِلًا تطلع من بيتك الصبح أو ترح في قضاء أي شيء من أمور الدنيا والآخرة وأنت في غاية الثقة في الله تبارك وتعالى وقلبك يعتمد اعتماداً تاماً يقينياً على الله تبارك وتعالى تطلع من بيتك وأنت مُطمئن بتدبير الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى سيُسِّر لك أحوالك وسيقضي لك ما تريد من الأمور لو أنكم توكلون على الله حق توكله لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الْطَيْرِ تَغْدُوا خِمَاصًا أي تذهبوا في الصباح فارغة البطون من الطعام وتعود بطاناً تعود ممتلئة البطون من الطعام يروى أن رجلاً من السلف أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام وليس في بيته إلا القليل من الماء فقالت له ابنة صالحة من بناته يا أبتاه توكر على الله فوالله ما عهدناك رزاقاً بل عهدناك أكالاً يا أبي اذهب إلى الحج وتوكل على الله وخذ هذا المال فأنت لست برازقنا الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياك نحن وأنت نأكل من خير الله تبارك وتعالى فاذهب فلن يضيعنا الله فذهب الرجل إلى الحج ويمر اليوم تل واليوم ثم سبحان الله انظر إلى تدبير الله يمر أمير البلدة بجوار هذا البيت ويلقي الله تبارك وتعالى عليه العطش يشعر بعطش شديد فيأمر جندياً من جنوده أن يذهب إلى هذا البيت ليطلب منهم الماء فأخرجوا له ماء بارداً في إناء فشرب منه الأمير حتى ارتوى فسعد وسر وأعجب بكرم أهل هذا البيت فأخذ الإناء ووضع فيه قطعة من الذهب وقال من أحبني فليفعل مثل ما فعلت اللي بيحبني يعمل زي ما عملت فكل واحد بقى من الحراس والمعاونين والوزراء حتى قطعة من الذهب في الإناء حتى فاض الإناء بالذهب ودخل الجندي على أهل هذا البيت بهذا الإناء المملوء بالذهب فرأته هذه البنت الصالحة فبكت فقالت لها أمها ما يبكيكي تبت عاياتي ليه أبوكي سافر ما كانش عندنا فلوسة هوت رزقان الله عز وجل هذا الرزق العظيم يعني هذا موطن الفرح والسرور لماذا تبكين فقالت لها يا أمها نظر إلينا مخلوق فاغتنينا فكيف لو نظر إلينا الخالق الله إذا كان المخلوق يفعل معنا هذا وهو كريم معنا لهذا الحد فكيف إذا تعرض الله تبارك وتعالى لنا بكرم نظر إلينا مخلوق فاغتنينا فكيف لو نظر إلينا الخالق سبحانه وتعالى فمن أعظم ثمار التوكل الرزق الواسع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا من أعظم ثمارات التوكل الأمن من الخوف الأمن من الخوف والسكينة من القرق والفرح من الحز تعالوا يا من تريدون الأمن وتريدون الفرح وتريدون السرور وتريدون طمأنينة القلب انظروا ماذا قال ربكم تبارك وتعالى يحكي عن المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله كافينا الله ونعم الوكيل فماذا حدث فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم روى البخاري في صحيحي عن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بل إن التوكل على الله قد يغير نواميس الكون النار تحرق من سنن الله في الكون أن النار تحرق لو حد حطي إيده في النار تحرقه ولكن قد تتعطل صفة الإحراق في النار بسبب التوكل على الله ذكرنا أن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار فماذا حدث فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم توكل إبراهيم على الله فعطر الله تبارك وتعالى صفة الإحراق أو قدرة النار على الإحراق بسبب توكل إبراهيم على ربي لذلك يقول الإمام جعفر الصادق وعجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل فإني وجدت الله بعقبها بعدها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم لا تخلق إذا توكلت على الله لا تخف فإن الله تبارك وتعالى سينجيك بطريقة عجيبة والله لا تخطر لك على بال فقد يجعل الله تبارك وتعالى للمتوكلين عليه النجاة فيما يظنه الناس هلاكا وضايعا انظر إلى مطلع صورة القصص يحكي الله تبارك وتعالى يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم لا حوله لا قوة إلا بالله يعني انظر إلى أم يقال لها لما تخاف على ابنك رميه في البحر طبعا التفكير ده في منطق البشر لا يمكن أن يقبل ليس بتفكير عاقل أبدا يعني أنت لو قلت لحد أني فيه ست عندها طفل فيه حد عايز يقتله تقترح عليها أي تقول لا أقول لها أي حل كده عشان يعني حتى ينجي الله تبارك وتعالى ابنها من القتل أو الذبح المنطقة لها خذيه وأهربي خذيه وسافري به استخب فيه في بطن وادي من الأودية روح يخذيه وروح يكهفي من الكهوف في الجبال لا يراك أحد فيه ولكن تقول لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم في اليم هو اسم يطلق على البحر والنهر على السواء فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إذا الله رعك عيونه نم فالمخاوف كلهن أمان لا تقلق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم من أعظم ثمار التوكل الوقاية من شر شياطين الجن أيضا قال تعالى في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه أي الشيطان ليس له سلطان على من هه على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون التوكل على الله من أعظم أسباب النصر والتأييد من الله تبارك وتعالى قال تعالى في مطلع سورة الأنثال في صفات المؤمنين قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون طيب الصورة تتكلم عن الأنثال عن الغناء وعن أحكام القتال وفيها كلام عن العلاقات الدولية بين المسلمين وغير المسلمين وأحكام الجهاد طب لماذا قدمها الله تبارك وتعالى أو افتتحها بالكلام عن صفات المؤمنين تعالى كده بص النص الثاني من الربع الأول في هذه الصورة يقول تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا ينزل الله تبارك وتعالى الملائكة على المؤمنين في غزوة بدر لتقاتل معهم طيب وكأن الله تبارك وتعالى يقول كونوا من هذا الصنف من المؤمنين فإن الله تبارك وتعالى يؤيد هذا الصنف بالملائكة في أوقات الشدة وأوقات القتال مع أعداء الله تبارك وتعالى فالتوكل سبب من أعظم أسباب نزول النصر على المؤمنين من ثمرات التوكل الكفاية من هموم الدنيا والآخرة قال تعالى وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهَوَ حَسْبُهُ أي كافيه من هموم الدنيا والآخرة قال بعد السلث قال لي قائل في منامي أما علمت أن المتوكلين هم المستريحون إذا لم تعرفش أن المتوكلين دول أكتر ناس مرتاحة في الدنيا وفي الآخرة قلت من ماذا يرحمك الله يرتاحوا من إيه قال من هموم الدنيا ومن عسر الحساب غدا يرتاحوا من هموم الدنيا ويرتاحون أيضا من عسر الحساب في الآخرة بين هذا الله تبارك وتعالى وهنا يعني هناك نوع من التوكل يعني يخفى على كثير من الناس يعني الناس لما تلا توكلوا يعني ينصرفوا التوكل في أذهنهم إلى التوكل على الله في أمور الدنيا طالب الرزق في طالب الذرية في طالب أي شيء من أمور الدنيا ولكن يغيب عن قلوبهم التوكل على الله في أمور الآخرة ونحن أحوج إليه الموت سكرات الموت أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بالإيمان والإسلام سكرات الموت القبر أسئلة الملائكة فيه الحشر الصراط المرور فوق جهنم ألا يستدعي هذا أن نتوكل على الله تبارك وتعالى في أمور الآخرة والتوكل على الله عز وجل في أمور الآخرة أن تعمل بالأسباب التي تنجيك في الآخرة مع توقلك على الله وليس على أعمالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن ينجي أحد منكم عمله ما هي الشطارة النجاة في الآخرة يعني ليست بالمهارة بماذا تكون قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فالنجاة في أمور الآخرة تكون بالأخذ بالأسباب التي ينجو بها صاحبها في الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب الإيمانية وعدم الاعتماد عليها يعني عدم الاعتماد عليها ما تقولش مثلا أننا لا ده ربنا يدخلني الجنع عشان أباعمل كذا وكذا وكذا من عملنا الصالح لا والله لن تنجو إلا برحمة الله تبارك وتعالى وكيف لا وقد قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تبارك وتعالى برحمته من أعظم أسباب التوكل من أعظم ثمرات التوكل ما يكون في الآخرة من شأن المتوكلين إذ يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة بلا حساب ولا عذاب سبحان الله ما أعظمها من أمنية هو الإنسان هيتمنى إيه أكتر من كذا أن يدخله الله تبارك وتعالى الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب روى البخاري ومسلمون في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْتُ الرُّهَيْتُ تَصْغِيرٌ لِكَرِمَةِ الرَّهِتُ وَهُمَّ دُونَ الْعَشْرَةِ أَنفُسِ عدد من الناس أقل من عشر والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد لم يؤمن به أحد إذ رفع لي سواد عظيم يعني كشف لي عن عدد هائل جدا من البشر عدد كبير جدا فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه لكن انظر إلى الأفق انظر هناك بعيدا فإذا سواد عظيم ثم قيل له صلى الله عليه وسلم انظر إلى الأفق الآخر إلى الجانب الآخر بعيدا فإذا سواد عظيم ثم قيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل منزله قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب من سينال هذه المنزلة العظيمة فقال بعدهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ممكن يكون الناس اللي تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال البعض الآخر فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا ده ناس يعني ولدوا مسلمين وماتوا على التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فذكروا له يعني اللهم تتكلموا فيه قالوا لا قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم في شأن أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع بالله عليك من ذقان هم الذين لا يرقون لا يرقون أحدا بما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة يعني لما بيرقي أحد لا يرقيه بالتمائم والتعويذات الشركية والعياذ بالله كأعمال السحرة والدجالين إنما يرقون الناس بآيات القرآن وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون وهذا هو الأكمل ألا يطلب الإنسان من أحد أن يرقيه بل يرقي الإنسان نفسه فهذا أجمع للقلب في الرقية وأعظم أثرا في الإجابة من الله تبارك وتعالى أن يرقي الإنسان نفسه متوكنا على الله هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يطلبون الرقية من أحد ولا يتطيرون لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون فمن أعظم أسباب دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب أمت الله السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وبركاته وفضيلة الشيخ يا أهلا وسهلا أمت الله كيف حالك مرحب بك يا فندم ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك عالم إن شاء الله اللهم أمين وإياك تفضلي أسمعك كنت أقول لحضرتك المقصود بالله هو سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة الأعداد الرقمية في القرآن هو بس سبين ألف يا فندم ولا أكتر من كده والعدد في القرآن هو العدد بالفعل ولا دون بس رمز يا فندم يعني إذا يدخلونا الجنة من أمتي سبعون ألفا من بداية نزول الدعوة لحيث لحد تعقوم الساعة سبعون ألف بس يا فندم يدخلوا الجنة يعني هو المقصود بقى بالعدد في القرآن هو العدد بس ولا دا الرمز يا فندم وجزاكم الله كل خير حاضر حاضر من عندين لا طب يا أمة الله لا أمم مش السبعين ألف بس اللي هيدخلوا الجنة مش السبعين ألف بس هم اللي هيدخلوا الجنة سيدخلوا الجنة خلق كثير يعني أغلب أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى وبرضو السبعين ألف قد يكون مقصود بالعدد التكثير يعني قد لا يكون مقصود بالعدد لعدد ذاته قد يقصد به التكثير في أرقام في القرآن بتعبر عن أشياء يعني كما هي بالأرقام يعني مثلا كقولي تعالى إن عدة الله إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السمات وردي بأطناشر شهر دلت بالزبط وفي أعداد يعني قد يقصد بيها التكثير كقول الله تبارك وتعالى النبي في شأن المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم يعني مش المقصود به إنما أنت تستغفر لهم سبعين مرة بالعدد يعني هذا الرقم يعبر عن التكثير يعني إن تستغفر لهم استغفارا كثيرا فلن يغفر الله تبارك وتعالى لهم فالسبعين ألف مش بس هم اللي يدخلوا الجنة سبحان الله يعني لا تخيفين يا أمهة الله دع نهش أستاذ عادل تفضل السلام عليكم الله برسيك الله خليه أنا كنت بس عادل سؤال هو بالنسبة للرقية الشرعية فيه ناس يعني كثيرا ما بتجواش رغبة رقية ولا أي حاجة وبيعند الزنوب ومعاصم ومع ذلك لا يصابوا بسحر ولا بحسد ولا بحسد وناس برضو بيتواغب الأشكار الصباح ومثلا وبيتصاب بالعين وبحسد وفيه سؤال تاني طبعا أستاذ عادل أستاذ عادل لو سمعت أنا الجزء الأول من السؤال فهمت الجزء الأول من السؤال إن فيه ناس بتعمل زنوب ومعاصم وبتصليش ولا بيصبها عين ولا سحر ولا أي حاجة بيندي صح؟ أه ومناسل برضو مع ذكر صباح والمساء وصراه وقريت القرآن ومفتصاب بحاجات كثيرة جدا ومعرض حتى لو لبس لبية أو لبس لنسيكش ممكن يجلب بيه فيه سؤال تاني برضو واحد درويش كده مزوب قل نعم نعم واحد ايه؟ نعم نعم تاني يا أستاذ عادل تاني تاني أه هذا ده مهاش الجن ولا ده كرامة أمين الدرويش؟ بتقول لي درويش حضرتك؟ واحد درويش كده كان بيسب ويلعنة على طول فقابلني قال المدام بتاعتك حامل وفي شعر مدام حامل فواد ولو قد يموت ومتروحش للكاتر ولا اي حاجة وبعد 5-6 شهور طبعا كانت حامل مدام بعد 4 شهور وقابلني حامل أعياء على كده وبعد كده شوكنا على الجهاز بدول عواد ودول عواد ودول عواد توقف صحة يعني هو الراجل انت بتقول عليه درويش بيسب وبيلعن اللي قالوا لك حصر؟ يلعنوا بيشتم حال ذا يعني زلم صوفيا المجاذيب وبيلبس سلاسل وضوافر كبيرة وضيجن كبيرة ويسيب المدين هو قاعد وحاله غريب يعني وقال للمنشياء بشكلش بعد يعرفوا حال ذا كده مثلا حال معاشر الجن ولا ده قرام من الشيخ ده وكان امام جامع واجزب الجن يعني بس حال ذا معاشر الجن ولا ده قرام منه ويعرفوا حال ذا كده ماشي أمو عبد الله طيب احنا قلنا السؤال الأول ان سبعين ألف قد يقصد بها التكثير مش العدد ذاته يعني فنطمع في رحمة الله تبارك تعالى امت الله واسأل الله تبارك تعالى طيب الشيطان بيحارب أهل الإيمان بس ولن يتوقف على عن حربه إلى قيام الساعة حربه مع أهل الإيمان بأهل المعصية والبعد عن الله وهم يطيعونه فيما يريد ويجيبونه فيما يدعو إليه ماشي حربيني وصحريني ومشتسيني وخربين بيتي يجي يوم الأيام وربدينا مثلا حتبامش على زنبون ام إن شاء الله أجيبك إن شاء الله طيب طيب قلنا أن الأستاذ عادل أيضا يقول بينما المؤمنون يعني يصيبهم مس والسحر والبلاء يعني الشيطان كما قلنا لن يفعل شيئا بالبيت الخرب كما قال ابن عباس فأهل المعصية وأهل البعد عن الله يفعلون ما يريده الشيطان ولكن سبحان الله يعني إذا قرر أهل البعد يعني الله والمعصية الله أن يطيعوا الله تبارك وتعالى وأن يتقربوا إليه تبدأ تظهر العداوة يعني ممكن أحيانا كتير جدا وده كتير بالذات في فئة الشباب واحد يقولك يا شيخ أنا كنت بعيد عن ربنا وباشرب وبعمل وبخلي وبكلم بلدك ما فيش حاجة بتحصل لخالص أول ما قرب من ربنا تبدأ تحصل لوساوس ومشاكل فده طبيعي هذا من طبيعة الحرب أو من أسريب الحرب بين شياطين الإنس والجن وبين أهل الإيمان أو بين أهل شياطين الإنس والجن ومن يريدون أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى طيب بيقول فيه درويش أو درويش واحد بيسب الدين ما بيصليش كلام من ده الجنن يعني وبيقوله كلامه حصل يعني لا تفتن بهؤلاء يعني فيه احتمال من الاتنين دولة فالاحتمال الأول أنه ممكن يكون آل كلام لا يعقله وقدراً قدراً يعني يعني الواقع وافق كلامه ده رقم واحد رقم اتنين ممكن يكون هذا الرجل من حاله وهذا ما هو رجحه له علاقة بشياطين الجن يعني لهم تأثير يعني قد يكونوا أثاروا في حمل زوجتك لأنه ممكن للشيطان يتدخل في مسائل الحمل يعني المشاكل ممكن يتسبب به في سقوط الجنين فقد يكون هذا الرجل من هذا الصنف من السحرة والدجالين نعيذك ونعيذ المستمعين بالله تبارك وتعالى من شرورهم خلاص طيب يَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ طيب أنت يا الأستاذ السائلة فهمت يعني المعنى على غير المراد منه يقول الله تبارك وتعالى في سورة القصص يَوْمَئِذِ اللَّهِ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجِرِمُونَ لِكَثْرَتِهَا يعني بعض من الإنس والجن ممن كفرت معصيهم يعني وكثرت أعمالهم السيئة عند الله تبارك وتعالى لا يُسْأَلُونَ عَنْ ذُنُوبِهِمْ يعني يدخلون النار أيضا بلا حساب بلا حساب يدخلون إلى النار بلا حساب لكثرة ذنوبهم لا يُسْأَلُونَ عنه فأي إنسان ظلم إنسان أو عمل حاجة مع إنسان أو أي إنسان تفوه بأي كلمة سيُحاسب عليها أمام الله تبارك وتعالى وتذكري جيدا قوله تعالى في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحْدًا فأي إنسان عمل حاجة في أي إنسان تاني سيُسْأَلُ عنها أمام الله تبارك وتعالى وَسَيُحَاسَبُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ مِنَ الْأَيَا كَمَا فَهِمْتِي بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ أَسْتَذَ وَفَاءَ أَسْتَذَ وَفَاءَ السلام عليكم أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً بس لدي سؤالة لحضرتك يعني تفضلي دوالتي حضرتك للي أرحم يعني صراحاً بيؤذون كتير وكل ما باطلهم بيؤذوني وبرضو بواصل معهم أواصلهم بيؤذوني صايحة وبقتش عارسة يعني يعني كل ما بعدين عند الوقت يعني سنة ثلاثة وربعون سنة وكبرت يعني كنت الأول عند قوة تحمل حسنة أغرار من كده دلوقتي أسرهم برضو بيضيقوني ولا ينفسي بطعب ثلاثة وانش عارسة أعمل إيه يعني أفضل على كده وأطعب ولا أعمل إيه وبالنسبة برضي سؤال ثاني يستحاب يعني يعني كنت مصحبة اثنين من اثنين أزوني برضو وانا وبرماري ربما يعني كنت معاملهم بماير الزماني معاليش الجزء التاني من السؤال أو السؤال التاني لو سمحتي انا كنت مصحبة اثنين شخصتين يعني وانا ما أعزيتهمش في أي حاجة ولقيتهم هم بيتعمد برضو وضيقوني من الزمان يعني فانا يعني ذوقتي جاهزت عنهم وكده فانا يعني دوري انا مثلا يعني ممكن أتحسب عليهم أو كده يعني طيب خلاص ماشي أجيبك إن شاء الله أبشري أبشري أجيبك إن شاء الله سيد أستاذ سيد أستاذ سيد أسمعك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى أعيدكم أحضر طيب تفضل يا سيد مصطفى أسمعك معاك آآ كنت عايز أستل بس عن آية في القرآن الكريم آآ ربنا بيقول غني وما أخرجت واحدة آآ كنت عايز أعرف أعرف معاك ولد أبت والمين طيب آآ 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 إن شاء الله أجيبك أبشري أمو عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسمعك يا أمو عبد الرحمن تفضلي آآ لو سمحت يا شخص بس عندي غربي كل شوية يحلط طلاء عايل ما يخشش البيت نعم عايل من عيالي يعني ما يخشش البيت كل شوية طلاء كل شوية طلاء ما تخشش دخل الشوية ولا لو دخل تبقي طالع أنا عايزة نعمل أي في المشكلة دي حاضر أجيبك إن شاء الله أبشر يا أمو عبد الرحمن طيب إن شاء الله طيب إن شاء الله يعني نحاول نجيب على كل الأسئلة طيب بتقول لي يا أرحام يعني أصلهم ويؤذونني أو يعني أتقرب ليهم وأسأل عنهم ولا أرى منهم خيرا يعني ويؤذونني طيب يعني لا أجد لك يعني خيرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له فيه يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحلم عليهم ويجهلون عليهم طيب أعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يعني لا يزالوا ولا يزالوا من الله عليك من الله معك شاهد أي عليهم أو كأنك تسفهم المل أو كما قرأت توكلهم الطراب يعني فذنبهم عند الله تبارك وتعالى كبير ولكن المسألة فيها ثقة ما ثقة هذه المسألة إذا كان ذي أقرباء كلما تقرب منهم بتحصل مشاكل كبيرة خلاص أصلهم يعني على القدر الذي يعني لا يحدث مشكلة ناس لما بقرب منهم وبختلط بهم كتير بتحصل مشاكل وبتحصل خصومات وبتحصل أذية منهم خلاص يعني أصلهم بالتلفون أو أصلهم من بعيد كده عشان ما تحصلش أي مشكلة فهذا وثقه هذه المسألة كذلك تقول لي أصحاب يؤذونني ولا أفعل لهم شيئا طيب نظري في حال هؤلاء الأصحاب إن كان أصحابك دولت يعني من أهل الإيمان أو من أهل العبادة والصلاة فالتمس لهم العذر يعني إلى سبعين عذر التمس لهم العذر واسألهم عن سبب أفعلهم ربما تجد عندهم من المبررات ما يريح الله تبارك وتعالى به صدرك وإن لم يكونوا من أهل الإيمان أو من أهل الصلاة فلا خير لك في صحبتهم طيب تقول زوجي يحلف بالطلاق إن الولد ده لو دخل البيت يبقى أنت طالع على أحد أولاد هيا هذا يعني ولحسن الحظ يمين طلاق معلق والطلاق المعلق لا يقع في أحد الآراء بل يكفر عنه كما يكفر عن اليمين ولكن سبحان الله يعني أنا أنصح للرجال يعني ما تخليش كلمة الطلاق في لسانك بشكل مستمر كده كده غلط ودي شيء مناقض للرجول لا ينبغي للرجل أن يحلف بالطلاق يعني أن يحلف بالطلاق يعني أن يحلف بالله والله الود ما دخل البيت مثلا لو دخل البيت مثلا أهزعل مني خلاص ولكن ما تحلفش بالطلاق لأن في مرة ومرة هتوقع في مشكلة تلاقي نفسك دخلت في مشكلة ما لهاش حل فعني أنصحك وأنصح كل الرجال يعني ألا يستعملوا كثيرا لفظة الطلاق طيب نوجز ما قلناه في الحلقة إحنا الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن معنى التوكل وعن علاقة التوكل بالأسباب واليوم الحمد لله تبارك وتعالى تكلمنا عن ثمارات التوكل في الدنيا ولا آخرة وقلنا أن من أعظم ثمار التوكل في الدنيا أن يحبك الله تبارك وتعالى أن يحميك الله ويقيك شر شياطين الإنس والجن وأن يوسع الله تبارك وتعالى عليك في الرزق في الدنيا ولا آخرة وأيضا من ثمار التوكل أي أعظم ثمار التوكل ما يكون للمتوكلين في الآخرة من دخول الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى وأخطب بنصيحة لقمان الحكيم لابنه الذي قال له فيها يا بني الدنيا بحر غرق فيه ناس كثير ناس كثير غير في الدنيا دي في بحر الدنيا فلتكن سفينتك فيها الإيمان بالله وحشوها بطاعة الله وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماح